مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين طبعا طلبتوا مني طريقة البهارات اللي استخدمها في الحنيد والزربيان ودام انه خلصت عندي البهارات قلت خلاص اصورها لكم بس هادي اخر مرة اصورها لكم لاني نزلتها اكتر من مرة صدقوني هادي البهارات بتستخدموها لكل حاجة وهادي فعلا اللي تميز اكلي او طبخي وتميز الاكل اليمني او الطبخ اليمني هي سهلة بهارات السبعة او السبعة بهارات بس نحنا نشهي فيه في اليمن نعمله يعني الكمية الكزبرة كم كمية الكمون كم يعني كله بمقدار واني متأكدة اذا عملتوا هادي البهارات بتغير قلتوكم طعم طبخكم كمان هادي البهارات يعني هي اساس الزربيان بهارات الزربيان لازم بتعملوها وهنا قلت ارويكم نوع زيت الزيتون اللي اني استخدمه في مصر لانه كثير سألوني عن نوع زيت الزيتون في مصر واكيد لازم برويكم حاجة اشتريتها وعقبتني في مصر هنا حاجات اشتريتها للمطبخ نبدأ بطريقة البهارات شوفوا عندي هنا كوب من الكزبرة أنا عملتها يعني بدأت أشهفة أو حمصة بقدر فخار أو ممكن يعني مقلة عادية أنا عندي هذا اللي هو اسمه مدر يسموني مدر أقيبة من اليمن أحب حمصة البهارات في بي شوفوا على نار هادئة بس تطلع ريحتها وتبدأ يتغير لونه خلاص قبوا قدر أو زبدية حطوها عليها يعني بولا كده أنا قبت صينية وأبدأت أضيف كيف أشهف البهارات إذا كانت كمية كبيرة على حاجة حاجة يعني أول شيء الكزبرة بتشهفوها بعدين الكمون لكن إذا كانت كمية قليلة شهفوها كل مرة وحدة الآن الكمون كمان أول ما يطلع ريحته كده ويتغير كمان أرجع أحطه على الكزبرة شوفوا البهارات على حاجة حاجة لأنه قدر لكم عندي كمية وهنا عندي إيش اللي الحبوب الصحيحة عندي هيل عندي قرونفل ورق غار عندي قرفة وشوية من قوز الطيب اختياري قوز الطيب مش حابين تضفنه لا تضفنهش كمان شوفوا أحمصهم كده مع بعض نحنا نقول في عدن نشهف نشهف البهارات لكن هي تحميص البعض يقول له بس تطلع يعني تطلع الريحة حق البهارات خلاص يكون زي كده انتبهو تطحنوني الآن لازم تبرد تماما لازم كده خلية تبرد بعدين أطحنه إذا بتطحنوني بالمطحنة يعني الكهربائية لكن إذا بتضقوها باليد عادي إذا معاكم يعني نحنا مرح أو يسموني مسحقة إذا معاكم عادية يعني يدوية ممكن عادي وهي حامية تطحنوها لكن لو هي بتطحنوها بهذه المكينة لازم تبرد تماما يعني أني خليها ساعة ممكن أعمله من الليل تاني يوم أطحنه وصدقوني من أحسن أنواع البهارات اللي بتستخدموها في الكبسات بتشوفوا بتميز طبخكم بتميز هي بهارات سهلة وبسيطة لكن الكمية تفرق طريقة التشهيف أو التحميص حق البهارات تفرق انتبهوا تخلوها تحرق لأنه بتغير طعمها لا نحنا بس نشتي يطلع ريحته وكمان يتغير لونه شوية فقط نحنا ما نشتيش البهارات تحرق لأنه كمان يعطيكم طعم مش حلو كده الآن أني أطحن البهارات بكلمكم على أفضل مطاحن تطحنو فيها البهارات إذا أنتم قدرتوا تشتروا تبع البهارات المطحنة ديك الحديد الكبير اللي تطحن القهوة والبهارات تقي خاصة بالمطاحن يعني كده شكله مش عارفة كيف شكله كده تكون كبيرة اشتروها هديك جدا حلوة تطحن البهارات بشكل ممتاز لكن إذا ما فيش ممكن عادي تستخدمون مطاحن اللي مع الخلاط لكن أنا من النوع اللي فضلت هذه النوع المطاحن هذه الصغيرة اللي يطحنوا في بالهيل والقهوة الصراحة تتحلي البهارات بشكل روعة بس النعابة النواضة يعني صغير ممكن تخرب علينا بأي وقت يعني ما بقولكم مش قودتها يعني حلوة لكن في نوع عيقية كبير وقودتها حلوة وتستحمل يعني لكن هذه ماشاء الله لسنين معايا وللآن ممتازة بس تتحلي البهارات قدر روعة عندي عندي مطحنة خلاتي للهيل للسكر لما عمل سكر مطحون يعني خلاتي الأشياء يعني الحلويات وكده لكن مطحنة خلاتي للبهارات وهذه تمسك فيها الروايح فهذه يعني عندي اتنين وحدة بيضة وعندي البرتقالية أكيد بتشوفوها معايا بالفيديوهات لما نعمل حلويات بإذن الله والآن بقولكم كيف تحفظوا البهارات عشان تحفظوا البهارات لما تقولوا تطحنوها يعني على الكمية اللي أنا عملتها حطيت ملعقة صغيرة من الملح الملح يخلي البهارات أول شي إذا أنتم في أماكن رطبة ما تسوش معاكم أبدا ما يظهر لش سوس وكمان ما تتغير ش طعمة تقدروا تحفظوها سنتين وثلاثة بس أكيد نحنا يعني أعمل بهارات حق شهر شهرين أطحن لكن إذا أنتم ما حابين تبوعوا وتعملوا بزنيس فيها وكده وتبوعوا فعملوا للملح مستحيل تتغير أو تسوس معاهم أو شي بالعكس مادة حافظة من أحسن المواد الحافظة اللي بتعملوها بالبهارات وطبيعية ملح خشن أو ملح أنيها ملايا عملت وخلص أطحنوها معاها وتكون قاهزة مستحيل قلت لكم تتغير الآن خلص بعبيها كده بعلبة طبعا أنا أعبيها هذه العلبة لأستخدمها يوميا شبه يومي يعني هذه البهارات والباقي أحطوه بالفريزر سوى كانت في مناطق رطوبة فيها أو مناطق قافة طبعا إذا وصلتوا إلى هنا لا تنسوش تشتركوا في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنس حل منكم تمام طيب الآن بقول لكم حاجة هذه البهارات أنا أشتركوا تستخدموها في الزربيان أول ما بتقول تعملوا زربيان لازم تعملوا هذه البهارات حتى لو كمية بسيطة هذا أول شي نتفق عليه تمام الآن تعالوا أرويكم حاجات اشتريتها من مصر واستفت من نعبة رويكم هذه علابة تخزين أخذتها من شركة الوطنية طبعا مش إعلان ولا هم دارين عني بس عشان أفيدكم للي عايشين في مصر ولا اللي رايح مصر وعشان توصوا يجيب لكم إذا أنتم تقولوا يجيب لنا من هذا أحلى علابة تخزين قربته رغم أني قربت علابة تخزين من غالية وأشياء يعني من محلات غالية لكن هذا سعر وقودة رهيبة تدخل التلاقة الفريزر والميكرو ويف كمان تقدروا تسخنوا فيها أي حاجة وقودته ممتازة حتى الأغطية حقها محكمة يعني مش في بعض أحيانا بلاستيكيات الأغطية حقها ما تتقفلش لا وحتى متحسوش تطلع الأكل لما تحطو فيها الأكل في التلاقة ما تطلعش معني أنا أفضل أنكم تحفظوا الأكل في التلاقة بزقاق يعني أنا أفضل كده لكن عادي هذه حلوة وصراحة ما تمسكش الأكل فيها وهنا قاسة أرويكم الإبداع والجمال هذا أنكم تحبوا قرابيع المطبخ أو غراض المطبخ حقي معني أزعل لما أقول لقرابيع خلونا نحن نسميها مقوهراتي أو ممتلكاتي الغالية أو القلب والفؤاد حقي ممكن نسميه كده أغراضي لأني أحب حرام نقول لقرابيع أو أغراض كده أو كراكيب لأن حاجة بصراحة ممكن هي عادية بس غالية على قلبي هنا شوفوا بكلمكم على حفظة زيت الزيتون إنه زيت الزيتون لازم يعني ينحفظ بشي معتم ليكون شفاف أي حاجة يعني تكون معتمة أو ممكن تقبوك قورة شفافة أو علبة شفافة وتغلفوها بقصدير عشان ما يكون شعني باين نعم يقولوا أنه يخرب وكده يتغير فأني خلص أخذت هذه علبة زيت الزيتون أو المزيتة هذه وخلص أحط بها في زيت الزيتون أحفظ فيها أنا الآن في مصر لاقيت هذا نوعية زيت الزيتون بس أنتم اكتبوا لي فين ممكن ألاقي محلات سورية فلسطينية تبيع زيت زيتون حلو أو مما كأماكن تبيع زيت زيتون حلو في مصر فاكتبوا لي في التعليقات عشان أروح وأشتري وبس والله نشاطة يكون استمتعتوا بهذا الفيديو زي أني ما أحب أعطيكم هذه الفيديوهات وأنزلها لكم وأرويكم حاجات كده من المطبخ وأشياء ممكن أعطيكم أفكار بسيطة وأنتم كمان اكتبوا لي أفكار لو حاجة أغيرة في المطبخ أو حاجة مش حلوة ممكن تعطوني أفكار يعني أعملي في مطبخي أو يعني أماكن أروح أشتري مني حاجات زينة للمطبخ اكتبوا لي